هذا البيان لم أجد هذه النقطة إلا في كلمات سيدنا الشهيد الصدر قدس الله نفسه لم أجدها في كلمات الآخرين هذا المعنى أشار إليه في تقريرات بحثه تقرير سيد الهاشمي سيد محمود الهاشمي هناك في المجلد الخامس أعزائي صفحة ستة وثمانين يقول إذا قبلنا طبعا السيد الشهيد هس إن شاء الله بعد ذلك سنشير سيد الشهيد من الذين لا يقولون أن الآية دالة على ماذا على عصمة أولي الأمر ولا يقول باختصاصها بمن ها بعد بالأئمة لماذا لأنه إذا قلنا دالة على العصمة تكون مختصة بمن بالأئمة وإلا إذا قلنا أنها ليست دالة على العصمة فعد تختص بالأئمة أو شاملة لكل أولاة الأمر تكون شامل نعم ما هي الشروط أولاة الأمر واحد لا يشترط العدالة والأمانة والعلم واحد ماذا يشترط هذا بعد في المقام الثاني مو مثل مقام الأول أهل السنة لا يشترطون إلا إذا صدر منه كفر بواحق أما نحن نشترط في ولي الأمر ماذا يكون ها ماذا يكون أن يكون أمينا أن يكون عادلا هل سيشترط أن يكون عالماً مجتهداً أو لا يشترط أيضا خلاف بين علماء الإمامية يكون في علمكم أكو خلاف بين علماء الإمامية أن ولي الأمر هل يشترط أن يكون مجتهداً جامعاً للسرائط أعلم جملة من الأمر يقول لا يشترط بعض لم يقول لا يشترط أن يكون ماذا عالما بل لابد أن يكون هو الأعلى هذا أبحاظ كلها في المقام الثاني وفي المقام الأول من البحث السيد الشهيد بناء على هذا يقول هذا يكشف لنا عن أنه إذا وقع التنازع مع أولي الأمر وأنهم يحق لهم أن يحكموا وأن يتولوا وأن لا يتولوا لا نرجع إلى الأمة وإلى شورى الأمة وإلى أهل الحل والعقد لا بد أن نرجع لمن لمن إلى الله والرسول إذن نظرية النص لا نظرية الشورى هذه هو النكتة لطيف يقول بأنه إذا اختلفت الأمة مع أولاة الأمر في أن يتصدوا أو لا يتصدوا نرجع إلى رأي الأمة ونرجع إلى الله والرسول الآية قالت النظرية الشورى تقول للمن نرجع نرجع إلى أهل الحل والعقد الآية هنا ماذا تقول ها تقول لا نرجع إلى من إلى الله والرسول يعني إلى النص الديني يقول وبذلك المجلد الخامس صفحة 86 وبذلك تكون الآية متعرضة لمسألة هامة من أصول المذهب ما يقول منها مسألة على طريقتي ولكن واضح يا مسألة يشير إليها مسألة أن ملاية الأمر والإمامة تكون بالنص لو تكون ماذا بالشورى يقول لا هذه الآية تبين أن الإمامة إذا وقع فيها الاختلاف لابد من الرجوع إلى ما ها إلى من إلى الله والرسول فإن تنازعتم في شيء وشيء نكرة تدلون أنه وهو أنه تنازعتم أن علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين هل هو الولي بعد رسول الله أو ليس ماذا أو ليست له الولاية هل هو أولي الأمر بعد رسول الله هل هو خليفة أو ليس كذلك إن من لابد ترجعون ها مو إلى السقيفة ترجعون مو إلى الشورى السداسية التي شكلها الخليفة الثاني ماذا ترجعون وإنما ترجعون لمن ترجعون إلى الله ورسوله